سامع كده ان كارلوس كيروش حيرجع محمد مجدي أفشا ومحمد شريف في المعسكر القادم لمنتخب مصر زي ما قلت لكم انتوا عارفين يوم 8 نوفمبر منتخب مصر حيتجمع مرة اخرى عشان مباراة انجولا في تصفيات كاس العالم وبعدها مباراة الجابون والكلام بتقال ان كارلوس كيروش حيرجع محمد مجدي أفشا وحيرجع محمد شريف طيب محمد مجدي أفشا خلي بالكو كان الفترة اللي فاتت يعني بنقوله طبعا مبروك بسبب زواجه لسه ملعبش مع الاهل بس كارلوس كيروش نستني ان هو يشارك مع النادي الاهل في الماتشات القادمة ممكن يلعب ماتشات الدوري قبل معسكر المنتخب الاهل عنده 3 ماتشات في بطولة الدوري هيبدأ بماتش الاسماعيلي وعنده ماتش تاني في الاسبوع التاني في بطولة الدوري هقول لكم الاهل هيلعب مين في الجولة التانية ها الاهل هيلعب البنك الاهلي صحيح في الجولة التانية ازاي انسى الكلام ده هيلعب البنك الاهلي في الجولة التانية والجولة التالتة هتكون أمام الزمالك فيعني افشا ممكن يلعب 3 ماتشات قبل تجمع المنتخب لو افشا شارك في 3 ماتشات واكيد حيشارك يعني بنسبة كبيرة حيتم اختياره فيه منتخب مصر مع محمد شريف طبعا الاتنين اللي تم استبعادهم قبل الماتشين بتوع ليبيا واللي كانت مفاجأة بالنسبة لنا فكيروش هيعيد الاتنين لعيب ترجمة نانسي قنقر